اشتركوا في القناة حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية اليوم نحن وعياكم في ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك وهذه الليالي عظيمة فيها ذكرى ولادة كريم اهل البيت الامام الحسن عليه السلام نهنى صاحب العصر والزمان عجل الله فارجه الشريف ونهنى الامة الاسلامية بهذا اليوم المبارك مشاهدين الكرام فاصل ونعود إليكم عدنا وإياكم مشاهدين الكرام في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية رحبوا معي بضيفي هذه الحلقة حياك الله عباس الله يحبك حياك الله طبعا مشاهدين الكرام برنامجنا يحتوي على ثمان مكعبات وفي كل مكعب يوجد السؤال يوجه لضيفي الحلقة المكعب الأول سؤاله اسمك الثلاثي وعمرك وسكنك إن شاء الله اسمي العباس محمد مولا السكن في كربلاء المقدسة والعمر ثلاثة عشر المكعب الثاني سؤاله في أي مرحلة دراسية؟ نعم إن شاء الله في المرحلة الأول متوسط أما المكعب الثالث يوجه لك سؤاله شنو طموحك العلمي؟ إن شاء الله طموحي العلمي مجال الطب وليه شي اختارت مجال الطب؟ اختارت مجال الطب كي أخدم جوار أبا عبد الله ويوفقني أبا عبد الله إن شاء الله وكافة نخدم النارش وشيعة أمير ومؤمنين جميعا المكعب الرابع يوجه لك سؤاله شنو يعني لك شهر رمضان المبارك؟ نعم إن شاء الله حقيقة يعني لك شهر رمضان هو شهر الطاعة والمغفرة يعني شهر عظيم الذي نزل فيه القرآن ورب العالمين وفقنا لخدمة أمير ومؤمنين خليوك أنا عباس حقيقي إن شاء الله مشاهدين الكرام فاصل ونعود إليكم عدنا وإياكم مشاهدين الكرام في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية المكعب الخامس يوجه لك السؤال شلونك هي الصوم والعبادات؟ إن شاء الله والله حقيقة هو الصوم رحمة والعبادة همنا كذلك رحمة والله أحس أنه صد كبير لأن الله كلفني أن أصوم في شهر رمضان وقراءة القرآن المكعب السادس يوجه لك سؤاله ويقول شنو يعني لك الإمام الحسن عليه السلام؟ الإمام الحسن هو أحد الصبطين وهو ابن الزهراء وهو أحد شبابه للجنة وأسأل الله أن يوفقني لكي أخدم سيد شبابه للجنة وهو الإمام الحسن عليه السلام المكعب السابع يطرح عليك السؤال تتمنى تشوف الإمام الحسن؟ وإذا شفت إش راح تقول له؟ الله حقيقة أنا أتمنى يعني أكيد أتمنى أن أشوف الإمام الحسن عليه السلام وأقول له أن يوفقني لكي أخدم زوار أبو عبد الله وشيعة أمير المؤمنين جميعاً وكي يوفقني لحفظ القرآن المكعب الثامن سؤاله شنو تحب توجه كلمة للسيدة فاطمة الزهراء عليه السلام بمناسبة مولد ابنها الإمام الحسن؟ أوجهها كلمة أن نبارك لها ونبارك الشيعة أمير المؤمنين جميعاً لمناسبة ولادة الإمام الحسن عليه السلام وأن يوفق الشيعة أمير المؤمنين شكراً لك هايبي عباس الله يحبك شكراً لكم مشاهدين الكرام مشاهدين فاصل ونعود إليكم عدنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام هذه الحلقة وفي الختام حبينا أن نهديكم حديث من حديث الإمام الصادق عليه السلام قال الإمام الصادق عليه السلام أن من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة مشاهدين الكرام إلى هنا انتهت حلقة من حلقات برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية حياكم الله وفي أمان الله اشتركوا في القناة شكرا